السلام عليكم طلاب انا دكتور مونة ناصر ماجستير صناعة اسنان اليوم رح ابدوياكم برضة الكراون عن دبريج محاضرة الانتر اكلوزال ريكورد او نقول عليها البايت رجيستريشال ريكورد شنو الانتر اكلوزال ريكورد شنو اقدر اعرفهاي الانتر اكلوزال ريكورد هي ان امبرنت نحن انه انت تاخذ طبعا لاغلاق الاسنان او اذا كان عندك يعني نسويها من واكس تمام في حالة إنه الأبر واللور جو مغلقات وبالأنتر جيزتيشن تخلي ماتيريال سبيناتهم اللي نصيح لها البيت رجيستريشن ماتيريال وبعد ما يصير بيها ستنقطلعها مثل ما موجود هنا أنا قدامكم بهذه الصورة تمام هذا أقول عليه الأنتر أكلوجر ريكورد اللي هو آني أسجل الإغلاق اللي موجود بين المجزلة والماندول الابجكتب of bite registration عدكم بالcrown and bridge ليش آني أسجل أو أسوي bite registration أول شي to transfer the relation between the upper and lower dental arch from the patient mouth to the articulator we needed bite registration a proper until a cruiser record is important to orient the die of the some arch to the opposing arch إذن أول شغلة أنا أريد أنقل ال relation بالضبط اللي موجودة بالpatient mouth أنقلها عليها من على الarticulator أنا أسهل شغل التقني ويكون شغلي بصورة دقيقة مثل ما موجود بالpatient mouth أنقلها على الarticulator حتى أقدر أشتغل على راحة بالمختبر الشغلة الثانية unaccurate inter-accusial record and correct mounting of the cast on the articulator allow the laboratory technician to create proper contour and alignment of the metal substrate of the restoration as well as proper contour of the inter-castle of the teeth in porcelain يعني أنا إذا نقلت علاقة صحيحة بين الأبر واللور جو إش راح أحصل راح أحصل شغل مفبوط راح أحصل يعني proper contour alignment دي البروستيس اللي أنا قاعدة أسوي تمام إذا أنت النقطة الثالثة إذا أنت في شلت إنه تنقل هذه ال relation الصحيحة من الpatient mouth للarticulator أو أثناء ما تسوي mounting للcast إش راح يصير عندك راح يصير عندك خلل بالrestoration وبالتالي راح يصير عندك time consuming chair side adjustment راح تقعد تعدل وين بالpatient mouth أو راح تفضر تاخذ الrestoration واتك ترجع من جديد الصب والcast عالrelation اللي تاخذها مجيد لأنه عندك مشكلة بالrelation ترجع الصب والكاستات من جديد على الarticulator remounting وتقعد تعدل على الarticulator أو ممكن نوعات تحتاج إنه تغير البروثيس بالكامل هذا كلية بسبب إنه أنت ما نقلت هذه الrelation الصحيحة ترجع الصب والكاستات ترجع الصب والكاستات ومثل ومثل ما هي تثبت البروثي لازم تقعد على الكاست بصورة صحيحة لازم ما تسبب لك المثل الصب والتيث ياما تخليها تتسجل بها الرئيس و البروثي تقربط عندك كل الشغل البروثي البروثي من البروثي تقربط عندك كل الشغل راح الدقة دقة التسجيل راح تتأثر بالعوامل الآتية أول شي طبعا المaterial البروثي لأن عندك عدة ماتيريال تقدر تسجل بها ال 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 فعندك المaterial ال التقنية ماتيك تستخدمها بأخذ ال 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 باية موسيقى الenter occlusion record انو انت تريد السجل العلاقة بين المجزلة والماندبل اثناء occlusion تمام وعرفنا شنو اللي رح يأثر عليها هسا المواد اللي نستخدمها بالbite registration شنو عندك اول شي بصوعة عامة الideal registration material اول شي لازم تكون rigid after setting تكون صلبة limited resistance before setting to avoid displacement of the teeth و المنموم dimensional change لازم يعني بعد ما يصل بها setting لازم ما يتغير الdimension مالتهم الaccuracy record of the incisal and occlusal surface easy to emulate بسهولة تقدر تشتغل بها no adverse effect on the tissue ما سببك inflammation منها شغلات هاي record it should be variable تمام تقدر تشيكة بعديا هاذي ideal يعني احسن مواد او احسن مواد لازم تتوفر بيها هاذي الصفات كلها المواد كلية تاي الصفات موجودة بيها طبعا لا اول شي كانوا يستخدمون الimpression plaster ما ندخل احنا بالشرح مادتي الimpression plaster لانه اصلا انترك هو مادة لانهو brittle و difficult to handle يعني صعوبة تستخدمها وتشتغل بيها واصلا هي تولد لك exothermic reaction هو فتولد لك حرارة فتأثر لك على التشو اذا انترك من زمان الimpression plaster اللي هو نفسي تالبورك بس يعني مصنع لإستخدامه بfield dentistry البايت registration wax الشغلة الثانية اللي هي الواكس احنا هوايين نستخدمه بعياداتنا بس هو شنو easy to manipulate بسهولة تقدر تستخدمه high thermal expansion بسهولة تقدر تتموعه وتستغل بي high resistance to closure يعني يمن انت تريد البايتينت يسد عليها يصلب بسرعة يصلب عندك فيكون مقاوم لإغلاق البايتينت فهذا واحدة من الدسأدبانتج مادة distortion of wax during removal is also very common يعني ممكن انه يشوهم اثناء ما انت قاعد تطلع من البايتينت موت واحدة من الدسأدبانتج where dimensional inaccuracy may interfere with active and passive movement اوكي اذن هو بهواية مساوي بس قلت تكون وحنا لأنه متوفر ووتيب وهواية نستخدمه المادة الثالفة طبعا هنا انا مو رابعا المادة الثالفة اللي هي الزنكوكسايد ايجينول الزنكوكسايد ايجينول هذا مادة كلش حلوة بتسوي شنو هم بعدة مشاكل هم نستخدمها احنا هواي راح يستوي ادهيجين تو كاريز rigid and inelastic after setting هاي طبعا واحدة من المحاسن والمساوء مادة الاكيورسي in recording occlusion and incisal surface وهاي ديكري of reproduciability وبرتل هاي واحدة من المساوء واستيكتو تشو واحدة من المساوء الاكتشو اتبا او flash around the teeth some of the yجينوله يعني بعد مايتصلب مايتصلب yجينوله وانت خلعتها من البيشت مام يجي تريدة قاعدة على الكاست من جديدة قاعدة على الكاست عنا مو بتغلقهن اذا ما تشيل الحافبات الزايدة والاطراق نحن نصح لها هي الفلاش زين اذا مايشلين ما راح يقعد بصورة صحية ممكن ما راح يقعد بصورة صحيحة بين الكاستين او على الكاست تمام طبعا هذا هو شكل الزينكوكسايد يجيك على شكل هذي الحمرة تطلع المادة أحمر بهاللون هذي وهي بيضة يمن تخبطين هيت يصير اللون مالتهم pink بمجرد ما يصلب يصير التكسجر مادة يعني هاش قابل إنه ينكسر يعني ممكن إنه تكسر بإيدك الأكريلي كرزين هذا شفو هذا الأكريلي كرزين هذا استخدامه بالريكورد من حسر إنه نسوي فش ينصح ل سينجل ستوب لأنه هذا رجد كلش قوي وطبعا ما أقدر أستخدمه أنا مود يطلع لي أو أشتغل بي كأنتر أكلوش الريكورد عملية كاملة لا أنا مجرد أسوي هنا على مود آخذ على مود آخذ الريجستريشن من البوستيريار تمام هو الديس أدبانتج ما أنت طبعا ديميشن الستمبلوطي يوضو بوليمرزيشن شرنكيج يصير بي شرنكيج أدنا البوليمرزيشن الريجستيو من البوليمرزيشن يوضو بلاستر كاست إذا أنت بساوي بلاستر كاست من الصلابة ماتي ما تيجي تريد تنقل على الكاست ما أخذ بي أنت الأكلوشن ما تيجي تريد تنقل على الكاست يسبب لك تهشم للكاست نجي بعد المادة الورا هي الاستمرات وهاي مادة كلش حلوة اللي هي السيليكون وجماعتها مادة كلش حلوة اللي أخذ الانتر أكلوشن تيجي بعدة عبوات عدة أشكال سوفوا هذا على شكل كارتريج أو تيجيه تيجي علب هذا النوزل المن تستخدمه تستخدمه لهذا الجهاز يجي ويا جهاز ما القان هذا القان تحط بيه هذا الكارتريج وهذا النوزل هي رأسا يسوي لك ميكسينج الكتاليست والبيست وتقدر الضخة بين الأسنان تمام تسوي لها انجيكشن بين الأسنان وتاخذ بيه ريكورد مثل هايذي البكتر هذا المادة كلش حلوة إذن أنا هسا اللي أطلبه منعتكم مجرد إنه تعرفون المواد اللي نقدر نستخدمها بأخذ الانتر أكلوشن ريكورد يعني مثلاً أجي أسئلك أقول لك مادة الإلاثتمر أستخدمها وتكون أحسن مادة أستخدمها لأخذ الانتر أكلوشن ريكورد true or false أو multiple choice مثلاً أجيب لك الانلي واكس أقول لك هايه أقدر أستخدمها بأخذ الانتر أكلوشن ريكورد هيج تكون الأسئلة less error among materials تمام set to consistency that make them easy to trim excellent dimensional stability وال dimensional stability والأكوريزي والإستالي elastic recovery with short working time هاي كل يتم للمحاسن مالتها إذن أحسن مادة تقدر تاقد بيها الانتر أكلوشن ريكورد هي الإلاستمرات تمام وهي آخر مادة هسا بعد ما عرفنا المواد اللي تاخذ بيها الأكلوشن وتعرفنا على التعريف الانتر أكلوشن ريكورد هسا راح نشرح شنو نشرح الأكلوشن زين انت شون تريد البيشن يسد زين وبأي طريقة وشن أنواع الأكلوشن الموجود بالبيشن ماوت على مود انت تعرف شون ترتب الأبر واللور جو قبل متاخذ الريجيستريشن مادتك إذن معنات هي لازم نطرق من الموضوع الأكلوجن الأكلوجن هو أي إغلاق موجود عندك بين الأبر واللور منبر أو الأبر واللور جو تمام ويكون يعني إذا إذا كان عندك تيث أو خلنا نقول واكس أو المهم هو عندي كونتكت كامل بين الريجيستريشن الريجيستريشن الأمامية اللي راح تكون تحد لك الأكلوجن أو تسيطر لك على الأكلوجن وبوستيريار الانتيريار تيث اللي هي teeth نقدر نقسمها طو بار عندك الانتيريار تيث اللي هي راح تحدد لك البروتروجن اللاترال اللاترال موفمينت بالنسبة لجو الماندبل تمام الاترال يعني الليف والرايت أما البوستيريار تيث راح تحدد لك راح تحدد لك الوه التامة تمام راح تحدد لك الوه زب of the mandible into the position of the maximum intercuspation into maximum intercuspation يعني هذي هي اللي راح تحدد لك ارتفاع الجوم وكذلك مسؤولة عن التعشق بين الاسنان تمام اما ال posterior determinant of occlusion اللي هو قلنا tempera mandibular joint راح يحدد لك the centric relation of the jaw تمام وهذا يكون طابت ما يتغير قلت لكم هذا مجرد انه تفتهمو هسه the classification of occlusion الشون احنا نقدر نصنف occlusion اغلاق الاسنان اللي قلنا علية الشون نقدر نصنفه based on the mandibular position نقدر اول شغلي نصنفه حسب وضع او مقان الماندبل جوه شون يتحرك الماندبل جوه او شون يصير بي resting او شون يسد الماندبل اقدر على اساسه انش اسوي اقسم الاكلوجين او انط تسميات للاكلوجين زين اول شي عندي بصورة عامة based on the mandibular position عندي بس centric وا eccentric occlusion هنا انا اعلم لونة لكم ياهن centric وا eccentric occlusion شنو عندك eccentric occlusion يعني اذا كان الماندبل اذا كان الماندبل قافل عندك بالcentric relation اذا هذا شنو eccentric occlusion eccentric occlusion اي حركة ثانية اللي هي right او left او protrusive او retrusive موفمت كلهن ذني اصيح لهن eccentric occlusion تمام يعني اي موفمت الماندبل غير eccentric occlusion اصيح لها eccentric occlusion نجي نعرف eccentric occlusion شنو انا اشوف اكو مصطلحات سراح نتطرق لها اريدكم مجرد انه تفتهموها اكو فرق بين eccentric occlusion والcentric relation eccentric occlusion هو اغلاق الاسنان عندما يكون where's the mandible occlude in eccentric relation يعني يعني يمن كانت الاسنان سادة عندما يكون الماندبل بوضع eccentric relation اذن الاسنان سادة وين بالcentric occlusion هل من الضروري انه الاسنان بالcentric occlusion بال anti-digitation يعني متعشق اسوي لا ممكن انه الاسنان هي eccentric occlusion بس ما طاب اسوي يعني ما متعشق اقصد مو الكاسب occlude with the faucet ان شاء الله فهمتوني eccentric occlusion اذن هو tooth to tooth relation which is referred point from which all other relation are eccentric يعني هو بالنسبة انه اي حركة او اي position الماندبل غير هذا eccentric occlusion هو اصح eccentric relation شوف هنا عندي هذي البكتر اوضح لكم البيه eccentric occlusion هنا الماندبل بالcentric relation يعني الكون dial بالcentric relation قاعد اذن الاسنان وين بالcentric occlusion اقول هل من الضرورة انه الابر واللور تكون متعشقة بصورة كاملة وبال inter caspation بالcentric occlusion لا ممكن هذي الكاس بتكون هنا ممكن هاي الكاس بتكون هنا تمام يعني ممكن تكون متعشقة وممكن لا تكون متعشقة سوية فانصيح لهذا ال ideal occlusion اذا كان المراجع ساعد لك بالcentric relation والاسنان طابقة بها interdigitation كامل معناها تنصح لهذا ideal occlusion تمام ان شاء الله فهمتو اذا اذا اجي على تعريف بما انه اقول centric occlusion لازم اطرق لكم اعرف لكم centric relation طبعا هذي المحاضرة هي محاضرتكم نفسها جاهزة كان الاستاذ القبلي منطق مجرد لونت لكم وظفتلكم عليها بكتر عنا مود تكون وافحة اكثر ما اريد اغير لكم بالمادة وقلت اكنا ما اش رح اطيكم المهم حتى الله سبحانه وتعالى يسهل لكم وتطلعون من هذه السنة تمام يكون الوضع mandible كلش مريح أقصى نقطة موجودة بالكلينويد فوسا يكون الكوندال قاعد بيها وأنبينفول وغير مزعجة بالنسبة للpatient نجيس على تعرف الماكزمام أنتكس بيشن هذا مهم is the most close complete entergetation of the mandible and muscular teeth irrespective of the condyle centricity أو قلننقول irrespective of the mandible and eccentric or eccentric relation إذن هي إنه تكون الأسنان متعشقة بصورة كاملة enter digitation أو قافلة بصورة حلوة وقاعدات بصورة مضبوطة بغض النظر عن وضع الكوندال يعني إذا كان بيسنترق أكلوجين أو لا ما عريد أعيد الكلام هذا ذي تستحجيته نفسيته ممكن إنه تكون الأسنان يعني enter digitation كامل وهو بالcentric occlusion وممكن لا مو enter digitation يعني centric relation بس مو أو centric occlusion بس مو enter digitation كامل يعني هذي ما عليها شوفوا حتى هي بالتعريف موجودة أما إذا كانت الأسنان enter digitation كامل والماندبل هو بالcentric relation معناته هذا نصيح له ideal occlusion ما عريد أدوختم ما عريد أدوختم هذي المادة انتبهه هناك أمن الماندبل راجع والكوندال قاعد بالcentric relation centric occlusion هناك صارت الأسنان بالcentric occlusion ليش؟ لأنه الماندبل قاعد بالcentric relation وهنا الأسنان بيها enter digitation كامل معناته هذا نصيح له ideal occlusion ممكن نوبات الكوندال ما قاعد بالcentric relation قاعد بالcentric relation والأسنان بالcentric occlusion بس ما بيهن enter digitation كامل وهذا الشي طبيعي لازم اتخلي انت ببالك الشغلات الآتية اللي centric relation should not be confused بالcentric occlusion لازم اتفرق بين centric relation والcentric occlusion استعونا شرحناها قلنا centric relation هو bone to bone relation والcentric occlusion هو teeth to teeth relation يعني يمن أعرف centric occlusion يعني أعرف عني دحشة على أسنان يمن أقول centric relation أعرف عني دحشة على النقطة الثنانية centric relation is not a relation about the teeth the edentralus mandible is in the centric relation of the condyle disc assemblies are completely seated تمام centric relation ما عليه ما عليه بالأسنان كل ساعة دا نعيد يعني هو لأنه bone to bone relation ما عليه بالأسنان centric relation يعني أقصد كمصطلح يمن أقول centric relation يعني أنا دا أحكي على البون ما قاعد دا أحكي على الأسنان centric relation is not just a convenience position that is just because المهم centric relation يقول إحنا كلش مهم بالنسبة إنا ليش؟ لأنه هو physiological and biochemically correct صحيح ويكون الإنسان مرتاح بي وما يتغير لأنه هذا bone to bone relation زين الإكسنترك occlusion هسه إحنا كل هذا الحجيش قلنا نرجع له للبداية قلنا classification of the occlusion according to the mandible position قلنا عدنا نوعين من الإكسنترك occlusion والإكسنترك occlusion الإكسنترك occlusion عرفنا قلنا هي أغلاق الأسنان عندما يكون where the mandible occlude in the eccentric relation هذا eccentric occlusion نجي النقطة الثانية أو تايب الثاني هو الإكسنترك occlusion الإكسنترك occlusion أي agent تحصل للمانتبل غير الإكسنترك occlusion هي shino eccentric movement كم نوع عندي من الإكسنترك movement لدي ثلاث أنواع عندك اللاترال والبروتروسيف واللاترال عندك ينقسم نوعين رايت وليفت تمام؟ أول شيء اللاترال أكلوجين عندك اللاترال أكلوجين قلنا رايت وليفت بالرايت إش راح يصر عندك السايد اللي باتجاه يتحرك الماندبل انصيح ليه الوركينج سايد السايد اللي باتجاه يتحرك الماندبل أصيح ليه الوركينج سايد الماندبل يتحرك على هذا الميدلاين هذا الميدلاين إذا الماندبل يتحرك لهذا السايد أصيح لهذا الوركينج سايد السايد العكسي أصيح ليه البلانسينج سايد يعني السايد المعادل إليه تمام؟ إذن هسا عدي آني بالإكسنترك موفمين عندي لاترال وبروتروسيف عندي نوعين نقدر نقول عليه لاترال وبروتروسيف باللاترال أقسمه النوعين الرايط والليفت اللي هي الرايط الجهة اللي طبعاً ممكن إنه يتغير تمام؟ إذا كان الماندبل متحركت جهة الرايط إذن هذا رح يصير الوركينج سايد العكس رح يصير النون ووركينج سايد أو نصح للبالانسينج سايد أو البالانسينج أكلوجين تمام؟ وبعد عدي النوع الأخير اللي هو البروتروسي في أكلوجين خلينا نجع عليهم وحدة وحدة الوركينج أو الفكشنال سايد الفكشنال لأنه هو الجهة اللي رح يميل عليها الماندبل أثناء التونج هي رح يصير بها التونج أو التونج أو التونج فانصح للوركينج أو الفكشنال side of occlusion إذن فانصح للبالانسينج سايد بين أبسينج تيث رح يصير كونتك بين أبسينج تيث الكنين والباستير تيث عندما يتغير الوركينج أو لفكينج اللي هي أما تكون working أو non-working occlusion اللي هو أو انصيح للفكشنال أو non-functional occlusion أو بالانسينج occlusion هذي عدة تسميات إذن الworking أو الفكشنال side occlusion هو الكونتك بين أوبسينج تيث الكنين أو الباستير تيث when the mandible is moved right or left of the mid-sagittal plane يعني الاتجاه السايد اللي يكون باتجاه متحرك الماندبل هو هذا اللي أراح أصيح لأني الworking أو الفكشنال side أما السايد اللي عكسي اللي هو they are those contacts that occur in a segment away from which the mandible move الجهة اللي الماندبل يعني تحرك عكسها نصيح لي البالانسينج أو non-functional side يعني مثلا انت قاعد دا دا تعدل وعني دا تعدل بالأسنان بالرستوريش ماتك وأقول لك مثلا شيل من دا يحرك الpatient أقول لك شيل من من الفكشنال side هو مثلا محرك للright الright هو رح يكون الworking side أو الفكشنال side أقول لك شيل من الفكشنال side إذا تعرف الجهة اللي متحرك لإتجاهها الماندبل هاي رح أصيح لها الفكشنال side زين وأشوف إنه شون رح يصير الكونتكت بيها شون أكو بعد أدنا من ضمن الإكسنتر كونفت هي البروتروسي أكلوجين اللي هي شنو حركة الماندبل حركة الماندبل forward forward movement هاي أصيح لها هاي أصيح لها بين the upper and lower teeth when the mandible moves in a protrusive direction أو forward direction هس based on the organization of the occlusion يعني مجموعة الإغلاق أو الفكشن مت الأسنان حسب هاذ ال organization شون آني رح أقسم الأسنان أو عفو شون رح أقسم الأسنان أما unilateral balanced occlusion نصيح لي unilateral يعني يعني أوصل لك ياها عندما يتحرك الماندبل عندما يتحرك الماندبل للworking side أو للright أو left side رح تكون الأسنان كلها side delworking side delworking كلها in contact يعني cusp to cusp tip أو cusp to faucet تمام والside الثاني يكون open يعني هاي بعض الناس يكون l-occlusion عندهم بهاي الصورة يعني مثلا يمن يحرك فكه للجه اليمني تكون الجه اليمني بين الأسنان البوستيريار كلية البوستيريار والكنائي كلها in contact left side رح يبقى شنو رح يبقى عندك open هذا ش صيح للأكلوجين أصيح ل balanced أكلوجين أو يصيح ولي group function group function occlusion right or left right or left وكارفة الكنانية كلها بخفزة يعني الworking والnonworking side كلها بخفزة الانتر ديجيشن كلها بيها contact مو مثل هذا مو مثل هذا الاكلوجين يعني اكو سايد عندك بي اكلوجين السايد الثاني النون وركن يكون مفتوح ما بي اكلوجين ما بي انتر قاسبايشن بينما البايلاترال بالنسة اكلوجين عندما يتحرك البايشن رأي يحرك فكة راح شنو راح يكون simultaneous contact of maxillary and mandibular teeth on working and balancing side as they guide over each other زين يعني راح يكون بالworking والnon-working side if they're not seen اكو بين contact between the teeth هادا شا صيح لابايلاترا balanced occlusion اكو عدن canine guide يمن بالمختصار عد ما يحرك البش ال mandibular right او left يعني خلنقول بالworking الworking والnon-working side بالحال تيين تكون البosterior teeth تكون open بالحال تيين البosterior teeth تكون open منو ونلي يوقف لي عندي او يعيق الحركة هنانة زين او اللي حد لي من الموفمت هو ال canine tip ال canine of upper and lower teeth رح يكون كاس رح يكون هو الguide ماتي للأكلوجين تمام هو اللي رح يحدد اللاترال موفمت يعني هسا هاذا اللور اللور جوه لو متحرك لي هاذا ال side كان هسا الكنine اللور يكون in contact with the upper وهم ما تينا رح تكون هذا side posterity open وهذا side رح يكون open هذا شو صيح لي الصيح لي الكنine guide إذن رح تلقي البيشنت عندك ثلاث أنواع من الاكلوجين عندهم يمن رح تجي تفحصهم قبل ما تشتغل الكراون under bridge تشوف يمن يحرك اسنان right أو left رح يشوف ال contact أما انه البيشنت يمن يحرك مثلا بال working وال non working side رح تكون كلها in contact وال non working side يكون open هذا أصيح لل unilateral bun occlusion البilateral رح يكون عندك occlusion كامل بال two side الكنine guidance رح يكون open البوسير teeth رح تكون open بال two side بس الكنine عندك يكون in occlusion based on the relation of the first permanent molar أكيد هاي انتو أخذتوها بال ortho إذا أريد أعتبد آني على المolar relation أقدر أصنف أما نقول عليه Class 1 أو neutro occlusion اللي هو upper first permanent molar البوccal cask ما تكون occlusion مالتها يكون بال medial bocal groove of the lower first permanent molar اللي Class 2 رح يكون mandibular first permanent molar is placed posterior relation to the normal Class 1 أما Class 3 رح يكون medial occlusion رح يكون متقدم اللور رح يكون متقدم في l-condition in which the mandibular first ben bin bin mad muller is placed interior relation to the normal Class 1 type of occlusion occlusion record type of occlusion record type of occlusion occlusion فتهمتم الأجلس المترجم للتعريف و المترجم للتعريف اصيح لاني working side وياهو اللي اصيح لبالنس side وأنواع الاكلوجين اللي موجودات أنواع الاكلوجين based on organization of occlusion هاذا اللي التقسيمات مهمة ما أريدك تقرأ هاذي المادة كليتها وتعب نفسك الشغلات اللي دا أقولها آني بالمحاضرة أو اللي دا أشرحها آني هي هاي المهمة وممكن أسألك بها الشغلات اللي لأنهم حضرتكم كلش مطولة ما أسألك يعني هواية شغلات يعني خلني نقول أدخل بديتي المالية لا بس شغلات اللي دا أحتيها طيب of inter occlusion record عندنا إحنا طبعا هستي مثل ما عرفني وقرينا الاكلوجين إذن عندي آني ثلاث أنواع من الاكلوجين أقدر أسجلي أما أريد أسجل السنترق ريليشن اللي هي وضع الماندبل بالنسبة المن بالنسبة للمانكزلة أو للكلينويت فوسة أنصح للسنترق ريليشن يعني أخلي الماندبل بالسنترق ريليشن وأسجل الاكلوجين بين الأسنان وبذلك يعني سجلت السنترق أكلوجين يعني أخلي البوزيشن ما أعيد أخلي البوزيشن ما تنماندبل بالسنترق ريليشن وأسجل السنترق أكلوجين بين الأسنان تمام؟ هذا أول شاسمه أول إنتر أكلوجين ريليشن والنوع الثاني اللي هو أقدر أسجل السنترق إنتر أكلوجين ريليشن اللي هو اللاترال، اللاترال، الرايت والليفت أو البروتروسيف موفمنت أو البروتروسيف موفمنت يعني أسجل هي أو أسجل الانتر كاسبال ريكورد يعني أنا بغض النظر عن البوزيشن ما تنماندبل إذا كان بيستنترق أو لا الطبقة العادية ما تنمراجع أسجل هي يعني أما إنه وضع الأسنان على حالهن أسجل بس الطبقة ماتة الانتر ديجيتيشن اللي موجود عدي بين الأسنان أو الانتر كاسبايشن اللي موجود بين الأسنان مجرد هذا شون هو طابق البايشن بس أحط المادة وأسجل الريكورد ماتي هذا النوع الأول النوع الثاني أخلي البايشن يسد بالسنترق إكلوجين وأخذ الريكورد هذا النوع الثاني النوع الثالث أسجل الإكسنترق جو ريليشن الإكسنترق جو ريليشن اللي هي اللاترال والبروتروسيف اللاترال والبروتروسيف زين انا عندي هس حاليا ثلاث انواع من الريكورد قلت الاكسنترك اكلوجين الاكسنترك اكلوجين اللاترال والبراتروسيف والانتر ديجيتيشن او الانتر كاسبايشن انا يا نوع من هذا سؤال يا نوع من هذن الاكلوجين انا اسجلي يما قاعدة اشتغل كراون اند بريج خلوا ببالكم يما انا اشتغل كراون اند بريج انا كافي علي اسجل بس الانتر كاسباي ريكورد الانتر كاسباي ريكورد او الانتر ديجيتيشن او الانتر ديجيتيشن يعني الطبقة العادية ما التلبيشن شون هو طابق مجرد آخر الامبرنت اللي موجودة بين الاسنان تمام ما احتاج لانه انا عندي مسافة صغيرة قاعدة اعوضهاي مسافة صغيرة هذا طبعا الشي مهم تنتبهولي ما نحتاج لتو ريكورد او الانتر كاسباي ريكورد او الانتر كاسباي ريكورد الاكلوجين مع تلبيشن اريد هو الاكلوجين اللي مرتاح علي CV هو نفسي ارتب لعلي الاسنان ارتب على الاكلوجين موجودة عندي لانه ما عندي طرايماتيك اكلوجين وعلى نفس الانتر تلك dwelling بما انه اريد احافظ عليه الانتر كاسبايشن الموجود عندي والاكلوجين والانتر كاسبيشن اذا انا ما محتاجه غير بس اسجل المن الانتر كاسباي الانتر كاسبايشن إذا أنا عندي مشكلة traumatic occlusion أنا إذا أحكي كل ساعة إذا أقولي traumatic occlusion يعني أقصد هذول اللي صار عندهم بروكزيزيم أو شوف الكاسبات مالتهم يعني ساير بهن أترجين كامل أو فركتر هذول معناتها عندهم traumatic occlusion يعني أنت تريد تغير للأكلوجين أصلا تريد تغير للأكلوجين فذول هيك أشخاص أو إذا كان عندي يعني space موجود posteriorly free end free and subtle يعني أدي مسافة كبيرة ما موجود بيها الأسنان free and subtle وموجود عندك traumatic occlusion بحيث أنت تريد تسوي new occlusion, reconstruction أو rehabilitation full mouth rehabilitation يعني هذا اللي هسا إحنا نصحل من ابتسامة النجوم ابتسامة خلاليود مدرشي مدرشي مدن السوالي بحيث أنت قاعد تشتغل الأسنان كلها تبشتهمني تشتغل الأسنان كلها وتريدي تحافظ تريدي تحافظ علي الارتفاع من ابتسامة النجوم معناها تلازم ش السجل السجل للسنترق occlusion أعيد من جديد لأن هذا الموضوع مهم ويفيدكم بالكلينيك إن شاء الله أنا شوقت أحتاج أسجل الأنتر كاسبال position وشوقت أحتاج أسجل الأكلوجل السنترق أكلوجل شوقت تعالي شوقت تعالي شوفوا إذا أنا شنة ما محتاجي إنه أغير الأكلوجل ماتي وأريد أحافظ علي الأكلوجل vertical dimension والمسافة عندي صغيرة أسجل شنو أسجل بس انتر كاسبال position يعني حسب الطبقة بس مجرد أخلي المادة بين الأسنان وها هي زين however in case انت به هنا however in case of the occlusion reconstruction يعني إنت تريد استوي occlusion جديد للpatient أو complete mouth rehabilitation يعني دستوي للموت كلية treatment for more if the patient to have unstable intercassable position هو ليس صار عنده traumatic occlusion ليش دستوي occlusion reconstruction جديد لأنه عنده unstable intercassable position يعني كل سا يطبق لك طبقة الشكل with a single with a sign of symptom of trauma from occlusion يعني شنو تشوف شون الصير of symptom of trauma from occlusion تلقى الكاسبات ما تمنحوتي تمام متآكلة كلها صار بيها اترجن the goal of a treatment should be directed إذن الهدف من علاجك لازم يتوجه towards شنو using eccentric relation as a treatment position لازم أنت بها الحالة هاي استجل منو eccentric relation طبعا أنتو أكيد أخذتو شون بالسنين السابقة شون استجلون eccentric relation بس هم ماتين هنا راح نتطرق الشغلات يعني بسيطة عنا if the patient has adequate number of teeth and a stable إذا كان المراجئ شوفو شون هس هاذ الحالة شون هس هاذ الحالة عدك يعني مثلا تريد تعوض هنا يعني space قليل وتقدر إنه تخلي الأبر وال lower cast تقدر استوي لهم بدون ما ترجع لل patient ما كو داعي أصلا تاخذ أي record ما كو داعي أعيد هي ما كو داعي تاخذ أي record يكفيك إنه ترجع الأسنان بال patient mouth شون الأسنان يعني ال انتر داعي مالتهن زين ترجع على الكاستات وسوي لها mounting تمام هذا تستفاد منه وين بال بارش يل ننشر وبال crown under برج زين النقطة الثانية هس هاذ هاذ أول شغلة إذا كان عندي المتافأ صغيرة إذا كانت عندي المسافة صغيرة الموجودة اللي أريد أعوض ها والأسنان المتبقية اللي موجودة كافية إنه ترجع لل relation receber بإذا أليم التالي الكاستات المشافة الانترير القافلات لا هل المجرد ترك الكاست الأبر على اللو ولا ترجم لها ترجمة اوسط التالي لها حين الأبو المختبر لا يحتاج من عندك استويل ريكورد role الإرد نقطة الأخب إذا لم يكن يوقف الريكورد إذا كان عندك segmental restorative is the plant and remaining teeth are insufficient to replace hand articulator of the case. يعني إنت عدك عدة سيجمان تشوفه مثلا هنا هنا هذي إجوا عدة سيجمان إنته مخطط إنه قاعد تتعوضهاي. بحيث يمن تيجي تريد تبرد هذا الأسنان يمن سويته هنا preparation يمن ترجع تريد تشكل الأسنان القبر على اللور راح تفقد الvertical dimension راح تفقد الrelation إنه موجودة عندك بين القبر واللور. إذن راح تحتاج راح تحتاج تاخذ record. هاي الحالة الأولى إذا كان عندك عدة مسافات وممكن أثناء البربراشن راح أضيئ الrelationmatic وين أيونيلاترال فكسد بارشيال دنشر انفوالفد ترمين تيرمينال تيث is prepared. يعني مثلا هاي الحالة إيش منو عندك؟ عندك آخر سن آخر سن موجود عندك مثلا الهناني هو الأبر سيكس الأبر سيكس أو الأبر سمن وإنت محتاج إنه تحضره إنت محتاج إنه تحضره إنت محتاج إنه تحضره هذا يعني واضح للأيان إيش أنت بمجرد ما تيجي راح تبرد هذا راح شي يصور عندك راح تفقد لازم ش تسوي قبل ما تسوي تسوي تاخذ أيريكورد وثبت هين؟ ثبت على لالالارتوكوليتر المترجم من البروزق أثبت الإلاث تمر على الكاست وأجي أقعد الكاست الأبر عليه وأدزل أبو المختبر بهالحال هانيش حافظت علي من على البرتقل ديمتشن رأساً أبو المختبر من ياخذ الارتكوليتر أو من يفتح الارتكوليتر أو إنت حكمال حتى ما صبيته مجرد خليت الأبر والأورتيف وخليت المادة مادة كالإلاث تمر هنا بياناتهن وسديت عليه قفلته تدزيته من المختبر راح يحافظ راح يعرف أنه إنت مثلاً مسوي بربريشن 4 مليم وحافظت على البرتقل ديمتشن موجود إذن النقطة الثانية إذا كان عندك سيجمت شبيرة سيجمت شبيرة من الارتكوليتر وتكون تيرمينال يعني مثلاً هسا هنا آخر شيء الأبر 7 وإنت راح يسوي لأبربرائشن إذن أنا متفقد هاي الارتكوليتر بين الأبر والأور لازم تاخذ أو بايت رجيسترائشن النقطة الثالثة الألتكوليتر بين الألتكوليتر بين الألتكوليتر بين الأول أنت شبريشن النقطة الثالثة إذا متوفر في Perhaps إذا كنت قمت بعمل هذه المسافة ثبتت هيس عن البرتقال ديميشن ما عطي إلي هنا عرفت الارتفاع ما لا وراء عاد وراها إجي شا سوي زين أسوي preparation وآخذ bite registration تمام إذن هس آني شين هو لشي الأستفاد من عنده من هذا الحاجة كله إذا آني عندي مسافة صغيرة وموجودات عندي أسنان posteriorly وانteriorly للسجار اللي داع أوضي ما يحتاج تاخد bite registration شوكت تاخد bite registration إذا عندك عدة سجمت تريد تعالجهن وممكن أثناء البرتقال راح تفقد البرتقال ديميشن أو راح تفقد الريلاشن فاش سوي تاخد bite registration إذا كان عندك فكسد partial denture والترمنال توث راح تبرده فلازم تاخد bite registration إذا موجود عندك free and settle وانت تريد تعوض partial denture أو ما موجود عندك أسنان كافية بحيث تحافظ لك عليه البرتقال ديميشن فلازم تاخد bite registration الفكتور الفكتور شنو العوامل اللي راح تأثر لك علي الريكورد مادتك أكيد نوع المادة اللي راح تستخدمها الكمفورت الفكتور الفكتور متأيدي نوع المادة اللي راح تستخدم واكس يعني أكو جيح حاطة لها شمع لي تستخدم واكس أو أسنان ما بها كاس طبعا راح يكون الرزولت مالتها مو مثل ما عدك أسنان بها كاس تمام؟ هذة مو مهم 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 طبعا عندنا عدة طرق واني دزيت لكم فيديوات هواية على مودي شوفكم الطريقة بصورة عامة انا اذا جاي قاعد ااخذ الانترديجيتيشن الانترديجيتيشن بين الاسنان كليش سهل ويزي اخلي البيشنت يسد بالانترديجيتيشن زين الاغلاق ماتك العادي واجي اخلي الماتيريا الماتي اساوي لها انجكشن بين الاسنان اتانيها لحد ما يصر بها ستنك اخلي البيشن طبعا التنك ماتي يسوي لي لها سوفتي لنقوالي بالتنك ماتي اخلي حرك التنك عنامود اثنى ما يصر بها ستنك تكون ما اخذ الشاي بمات الاسنان من الداخل واني باصبعي او بايدي ارتب لابيالي زين اسوي لها فينيشين لابيالي عنامود يمن تطلع عندي المادة تكون مرتبة اوكي هاي اذا انا قاعد ااخذ الريليشن الماتي انترديجيتيشن انتبهي هنان مثلا هنساعدك هاي الكيس هاي الكيس هاي الكيس هنا تريد تسوي لها بروبرايشن زين هاي بعد ما سويت لها بروبرايشن راح اجيش اسوي راح اخلي المادة هنا انا مخلي واكس تقدر تخلي انت الاستومار اخلي وين طبعا بالمناسبة المادة اخليها بس على السيجمنت اللي انا مسويت لها بروبرايشن اخليها بس على السيجمنت اللي مسويت لها بروبرايشن ولازم المادة تكون صوفت لازم المادة تكون صوفت على متاخذ ليشنو تاخذ شكل الاسنان اللي وار وما يصع عندها تضغط بحيث ما تخلي الاسنان تقفل ما يصع الاكلوجين كامل لا اخليها على راحتها هذا شوففسها انا مسويت لها ادابتيشن ليب القاعداني ولنقوة لي اخلي الب baoيت Sweet Like Corinne يحرك التنق مادة حتي أحصل عليه أما إذا كان عندي مثلا شوف الساعة هنا عندك فرين أنتسادل لازم شي سوي أسوي أول مرة بايت بايترم للهور أسوي لي بايترم للهور أخذ الارتفاع أحدد البرتكل دايميشن أول شي حددت البرتكل دايميشن ثبتت عاد أدي وراها شي سوي شوف الساعة هنا أنا شي سويت خليت المادة مثلا هنا شينو هاذي زين كوكسايد إجينول أو إلاستومار أخليه بين الأسنان وأخلي الباشنتي يسد عادي بالأنتر ديجيتيشن العادي شوف أكلوجن عادي سد عليها أخذ الطبعة هاهي أطلح نسوه وأحطه على الكاست وأصبه زين هاذا إذا كان عندك فري أنسادل ريكوندين يعني أول مرة شا سوي أسوي البايترم أخذ البرتكل دايميشن ورا ما ثبتت البرتكل دايميشن ماتي أجو شا سوي أخذ السنترق ريليشن أو العفو السنترق أكلوجن حسا خلاص ما من هاذي شون أسوي الركوردينج سنترق ريليشن إحنا شقلنا قلنا نحتاج إحنا ناخذ بس الانتر كاسبال أكلوجن انتر كاسبال أكلوجن أو إحنا ش نصيحن الانتر ديجيتيشن وطريقة ماتة كل السهلة قلنا أكو عدي حالات معينة أخذ بيها شنو السنترق ريليشن هاي السنترق ريليشن شوقت أخذه إيش قلنا؟ قلنا إذا عدني دا أسوي فول ماث ريليشن يعني أنا راح أبرد الأسنان كلهن أو أحضر الأسنان كلهن كلهن دا أسويهن كلهن دا أسويهن عندي ترومة أصلاً أنا دا أغير الأكلوجن ما للبايشن أنا دا أسوي له نيو أكلوجن ليش؟ لأنه عنده تروماتيك أكلوجن ما قاعدة يسد عدل زين؟ أسنانه قاعدة تتأذي فلازم شا سوي ليه؟ ريكوردينج سنترق ريليشن يعني بهالحالة هاي لازم شا سوي أخلي المراجئ يسد بالسنترق ريليشن وأسجل العلاقة اللي موجودة بين الأسنان معنات أنا دا أسجل معنات دا أسجل السنترق أكلوجن هذا هناني عندي عدة طرق أول طريقة داوسون اللي اللي اكتشفتنا إياها أو كان يشتغل بيها عام 1914 إشقال قال نيجي نقعد البايشن زين؟ وبوضع مرتاح إنه أخلي الهيد ماتة تلتد باك يعني أخليه راجع كلش لي ورا ليش على مود المصل عندك تسحب لك الماندبل مصل أوف ذا نيك ماتة الرقبة تسحب لك الماندبل وين بالسنترق ريليشن تمام؟ وش أسوي؟ أخلي الثم إيدياني أخلي الإيد إيدياني الثم وين هناني؟ إلى الريشن على الغل و الخليفين أخلي هن على الأنقل على الغل إلى الأرش إيدياني وش راح أسوي؟ بهذا الني أصابي باللوار بالأنقل ما tengo أحاول أسوي لها أساول لها هذى السايد أفوارد أما تحاول أساول أساول لها أفوارد المنطقة خذت بايت ريجستراشن وين بالسنتوريك ريليشن يصبحوا لها باي مانوال مامبوليشن تكنيك يعني من واحد تسمع يقول لك باي مانوال مامبوليشن تكنيك معناته انه شنو استخدم ايدي بايلاتورالي عنا مو تساعد البايشنت انه يسد وين بالسنتوريك ريليشن او اكو طريقة ثانية تقريبا هي نفس الشيء يعني مجرد انه شنو يصبحوا لها انتريير جيك بروغرامر مجرد انه يعني اثنى ما هو قاعد يساعد البايشنت انه يسد بالسنتوريك ريليشن يسوي فد استوبر من الاكريليك بحيث شنو هاي استوبر تحافظلي على سدة الاسنان في وضع فيرتكال دايميشن معين يعني هاي الطريقة استخدمها اللي ها انتريير جيك بروغرامر استخدمها على مود ما افقد البرتكال دايميشن الشوقت يمن انا محضرة عندي الاسنان بوستيريار لي مثلا كلها يعني مثلا ما تلور كلها نسويت البربرائشن للاخير اسوي هاذي الانتريير جيك بروغرامر اسوي قبل البربرائشن بحيث يمن اني عندي اكلوجين صحيح قبل ما اتسوي البربرائشن انا سويته مجرد انه الاكريليك مو عندي صوفت اخليه على الانتريير تيث اخلي البيشن يسد الحد ما وصل وضع دا شوفه انه اللور والابر انسايزر تيث بدان شون طبعا انا خلي بس على الانسايزر تيث راح اخلي انه يسد علموا انه الابر والابر انسايزر يبدان دي طبقا زيان بدون ما اكون تاكتو اياهن اخلي البيشن يتوقف اللي يناني بمجرد ما صار بيها ستنقاخذها سويت البربرائشن للبيشن وخلصت اجي شا سوي ارجعها بالبيشن تماوث ان هي هاي هم راح يساعد انه يسد بالسنترق ريليشن وهمات راح يساعد انه لوضع معين ويتوقف احسن ما يسد لك سدة كاملة راح شستوي راح تفقد البربرائشن ريليش ليش او البربرائشن ليش لانه انت سويت البربرائشن للأسنان باستيريارلي زين فاخلي هاي البربرامر البربرامر هاي البربرامر ما راح تخلي انه يسد اكثر لحد الطبقة ماتة الصحيحة وراح يتوقف لانه انا اصلا ثبتتها على هاي الاساس هاذا تمام راح شسوي بمجرد ما سد هو على هاي البربرامر 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 انا شرح سوي راح اخلي المادة ماتة باستيريار اللي بتوين ذاتي شوف انتبهينانا مثلا هو عنده كومبليت ماوث هاش قلنا عليها اش وقت احنا ناخذ السنتر عندما نريد نسوي كومبليت ماوث راح بليتيشن يعني هذان الاسنان كلها شوفوا كلهم بارد اللي هي الفوق زين انا مود ما يفقد البربرامر البربرامر شمسوي شوف مسوي هاذ السنتر السنتر جاكبرا قرامر زين مفبت الهياء قبل ما يسوي البربرامر مجمد وكملت صار بيها ستنك كامل هاي هم نفس الشي صار بيها هاذي صار بيها ستنك كامل حطها على صفحة سوى البربرامر وكمل اجيش سوى لبسها للبيشنط زين على نفس البربرامر وهي هم ساعدتها انه يست بالسنتر ويش خلي مادة البيت رجستر من التو سايد انتظرها انه يصير بيها ستنك ويطلعها بعد عندنا اكو فالطريقة حديثة اللي هي بيت رجستر رجستر فور قد غم بروسجر هاذي اما انه بالكسترا أورال كاميرا عفو انترا أورال كاميرا رأسا هو البایشنط قاعد يمي شا سوي اخذ بيكتر اخذ ها بيكتر واروح انزلها على الحاسبة ماتي اللي بيها السيستم نظام الديجيطال سيستم او الديجيطال بايت رجستريشن زين انزلها على الحاسبة على مود يمن يشتغل الجهاز ويسوي لك انت خال ببالك انه انت مرسته على هذة الاكلوجين اللي موجود عندك او بالمختبر الطريقة الثانية يصحولها ان دايركتلي استخدام الاكلوجين بالمختبر يعني انت اخذت الاكلوجين وكامل يعني نفس الطرق اللي اخذناها قبل كامل وذجيتها لابو المختبر ابو المختبر شي سوي ياخذ صورة للكاست ياخذ صورة للكاست هو يعني انت او انت مااخذ البيت رجستريشن ياخذ بكتر بالاكلوجين ويدخل للحاسبة اذا اندك توي اما دايركت ان ماوث يعني ان ماوث ات اتشير سايد يوزنج ان انترا اورال ديجيتال كامرة يعني ان اوفيس يعني بالمستشفى بماتك الكلينيك بالكلينيك رأسا انت سجل الاكلوجين وات استطورها بالكامرة وتنزلها رأسا عالحاسبة او ابو المختبر ياخذ اللي انت مسجله بالعيادة مسجله وداسل هي على الكاس يصوره بالإكسترا اورال سكنر وينزله على الحاسبة ويشتغل به تمام بعد شنو عدكم موضوع عدكم موضوع الارتكوليترات كم نوع من الارتكوليتر الارتكوليتر طبعا هو الارتكوليتر هو في الارتكوليتر تستخدمها انت تمثلك التمبرومان جونت تمثلك الابر واللور ارتك تمثلك الارتكوليتر اتتعرفوا اكيد ما اخذي والنظر نتلاس نقاط هنان ملخصة و الارتكوليتر هم موجودة قدامكم تايب اف ارتكوليتر الارتكوليتر بس اخاف اجيب لكم يا سؤال انه فراغات او شي انواع الارتكوليتر عدكم الارتكوليتر اللي هو انت متتدخل بالترتيب مجرد تعتبره فك اعلى واسفل لا تنقل بريليشن ولا شي نهائيا هذا الارتكوليتر وعدكم السمي اجستابل عدة حركات تقدر تنقل الانسائز الارتكوليتر 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 تمام يعني الارتكوليتر والتنقل واللاترال تقدر تسجل غير هاي الحركات من تقدر تسجل هاي وين بالسمي اجستابل وعندك بنوعين يصحول الارتكوليتر وانا الارتكوليتر حسب المكان المفصل الموجود اذا كان ويالأبر منبر زين الارتكوليتر او كان العفو اذا شوف الشسم المفصل الماتة إذا شوف ما اذا كان الأبار منبر عبر المعام 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 الماذا واللتشرك اللعن المعام المعام و اتعاق ع for و هي الهامات بلا تحتاج فيسبوك يعني همات كلش قليل وصعب تاخذ الوصول بكل هم البلجان ما وفت انقله اليه فهذا يعني ما أقول لك استخدامه كلش قليل و ما حد يستخدمه انه صعب سعيد و تايم كونسيوم ان شاء الله أكون موفقة بإعطائكم المادة في أمان الله أشوفوا شون أرتب لكم والمحاضرة القادمة أجزلكم ياها